هل مشكلة مسبيره عشان برضو المشاهد يعرفنا مشكلة مسبيره واللهيئة الوطنية الحقيقة مش مسؤوليتها لوحدها ده موروث كبير طبعا العدد الكبير اللي احنا موجودين فيه بس يمكن انتوا عملتوا كمان حاجة انه ما بقاش فيه تعيين يعني حاولتوا برضو لازم توقفي ده عشان تبتدي تتعامل مع العدد الموجود العدد الموجود طيب هل ما كانش فيه حلول بره السندوق علشان تعاون الهيئة الوطنية للإعلام وفي نفس الوقت كمان هقولها لك بصراحة ما هيوصل برضو في بعض الزملاء هيقتنعوا بيصدقوا وإحنا عارفينه وحيمشي معاك في الجدول وفي بعض تاني هيقولك ايه طب انا مش قادر استحمل طب انا ظروفي صعبة طب حيعمل ايه ده كل الكلام ده بتبوصله بين الاعتبار يعني احنا عندنا زي ما بنتكلم الاجهزات الوجوبية والاعتيادية وحكم المحكمة والكلام ده كله بنحاول اللي احنا نخلص اجزاء فبتمشي العجلة يعني لو ما بيبقى فيه جزء كبير موجود عندنا بنحاول نعوضه باجزاء اخرى فالدنيا بتمشي وهو صراحة يعني هو مقدر المبنى وهو قد سنين عمره كله تفنى فيه طبعا فبيقول لنا اقل تقدير انا فين انا موجود فين فانتي متخيلة انا ببصله وانا بقوله انا انا معاك بس انا مش قادر اعمل ده فبنحاول نعمله مع بعض فبنحاول نوفي بيديه كله وهم بيستحمله صراحة فدي مش المشكلة انا اعتقد بالقليات اللي اتحطت بالشكل العام ده هيبقى فيه المنظومة لا طبعا فيه طمعانة وفيه حلول بدأت تبقى موجودة على الارض الواقع طيب خلينا نروح برضو واحنا بنتطمن بالرعاية الطبية للناس وبردو الزملاء انت جاي على الجزء اللي بتكلمت فوق الوصف الزملاء دول لما بيستغلوا كلنا لما بنشتغل بشر اللي بيعيه واللي بيتعب والرعاية الطبية مهمة جدا وانت كمان في ظروف جائحة كورونا وضعها ايه الناس عايزة تتطمن عليها طيب انت عارفة احنا تكلفنا في جائحة كورونا دي احنا الرشدة عندنا تقيلة جدا لا لا بس لازم الله يكرمك احنا عندنا جائحة كورونا تكلفنا 100 مليون جنيه يعني تخيالي فوق الاعباء اللي هي الطبعية بتاعت الرعاية الطبية والعلاجات اللي احنا بنقوم بيها كعلاجات موزمن واحنا الوحيدين اللي يمكن بنعالج بعد خروج المعاشة يعني مفيش جهات ايا كلها بتروح على التأمين الصحي احنا ما زلنا جوه وبيتعلجوا وايمين بالواجب كامل متكامل بس احنا بقينا دلوقتي مش قادرين نستحمل الدنيا في زيادة رهيبة والحلول اللي حطناها اه حتمشي العجلة بس مش هتقدر اللي هي تستحمل كتير جاحت كورونا طبعا اللي هي قامت بالواجب كامل متكامل من ناحية العاملين واتكلفنا 100 مليون جنيه ده غير نطاق المستشفيات والصيدليات والعلاجات والعمليات وكذا ومع ذلك برضو بنقول احنا تحت عمركم الدولة وقفة معاك وبتحاول اللي هي تديك على قد ما بتقدر واستحملنا برضو في امور اخرى احنا بنمشي الحال فيها فده كله المنظومة يعني لما بيجي كمان حالات استثنائية صعبة بيتلم النظر لها ومعاونتها طبعا كل الاشياء دي خلي بالك كل اللي بنتكلم فيه كل الناس صعب لا لا وكل اللي بنتكلم فيه خارج المنظومة الاعلامية طبعا يعني احنا ما تكلمناش في اعلام خالص احنا بنتكلم في اداريات وماليات وامور قانونية احنا بنتكلم في اداريات وامور قانونية